اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واضح السؤال بس هذا محاضرة هذه محاضرة تقريبا تقريبا محاضرة ساعة مع شوية في كوكتيل كده فيها أول شيء نسأل احنا لين نسوي لترش ربيو أصلا لين نسوي لترش ربيو لترش ربيو المسح الأدبي انت عرف انه جزء من من الريساش إثيكس انه انت يعني it's unethical to repeat the study again اذا هي تسوت كبا كده it's unethical ليه انت بترجع تسوي الستدي اذا هي تسوت كبا كده انت بتضيع وقت الناس بتضيع وقت المرضى بتضيع الشارع كلها فإذا الethical review شافوا انه literature research is not comprehensive this is an indication انه the person who did اللي سوى literature review ما كان comprehensive ما عنده فكرة كاملة عن المشكلة وعن البحث احنا باختصار شديد لما نتكلم عن literature review انت تبغى توري اللي يقرى اللي يقرى أو شيء انت بتوري نفسك تبغى توري research team تبغى توري اللي اقرى ال proposal تبعك لانه لازم يوافق على انه يتديك إذن انك تسوي this study تبغى توري ايش مشكلة البحث باختصار ايش مشكلة البحث مثلا heart disease in saudi arabia تشوف مين اتكلم عن heart disease in saudi arabia in general بعدين تبدأ تفصل شوية في الangina في السعودية مثلا وتفصل تبدأ تفصل مين اتكلم عن الangina تقول طيب انا مثلا لاتسين وانت تبغى تقارن بين دويين معينين مثلا فتجي تشوف كل ال study اللي سارت في الدواء المقارنة بين الدواء هذي او تجيب ال study اللي تكلم عن الدواء الاولاني وال study التونت عن الدواء التاني وتبدأ تعمل لها حاجة يسموها critical appraisal طبعا كلمة critical appraisal هذي نعرفها في evidence-based medicine هذي هذي بغالها محاضرات في الموضو هذا لكن باختصار انت تبغى تبغى تشوف تبغى تشوف ال methodology تبع study في كل واحدة فيهم هل كان في weaknesses في study وهنا نيجي من مرحلة انه لازم يكون عندك من team members واحد في methodology واحد قوي في methodology عشان يساعدك فهو اذا انت ما عندك خبرة في المجال بانا كيف تعمل critical abrasive هو حيساعدك انه يوضح لك study d d d d d d d d d فبالعكس انت لما تسوي literature review تبعك وتقول انا شوت في 10 studies كل العشرة studies هذي كانوا poor quality عشان كده انا I am designing this study high quality عشان previous studies كلها كانت poor quality ف يعني literature review مهما كانت study poor quality ولا high quality انت تبتوضح لل reviewer تبتوضح لنفسك انت انه في gap في gap في knowledge عندنا we don't have an answer ما عندنا جواب للسؤال ال research اللي احنا بنسأله في ناس حاول يجاوبوه بطرق مختلفة بالأبحاث بس انت عندك explanation تقول الشخص اللي سواها قبل خمس سنين عنده مشكلة في البحث حقه ما ينفع الشخص اللي سواها قبل ثلاث سنين كان سايد جليل ما يمكن نحكم عليها الشخص اللي سواها قبل سنتين سون سون فانت اللي الترش رفيو هو ارجومنت هو ما انت ما بتروس ما بتروس خمس عشر سادي كده وتقعد انت بتكتب argument بتكتب narration research problem research question وبعدين فين القاب اللي موجود عندك في knowledge اللي البحث حقك it will fill the gap تبتوضح كيف البحث حقك it will increase the sum of knowledge نرجع تاني لتعريف البحث اللي هو systematic investigation towards increase the sum of knowledge انت بس هذا هو literature review تبتوضح ايش مشكلة وانت كيف حتزود the sum of knowledge تبتوضح تبتوح